السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله اليوم راح اوضح لكم نقاط مهمة جدا عن الموضوع والقضية اللي صارت واليوم راح اثبت لكم بادلة راح تشوفون نهاية الفيديو ادلة على القضية اللي صارت واثبت لكم بانه هم اشخاص كاذبين وما عندهم اي دليل وادعاءاتهم ورواياتهم هذي يومية جديدة على مود بس حصلوهم كنفلس فاتمنى تشوفون نهاية الفيديو وانتو اتقررون ابديلكم بي اول روايه واول سالف اول تهمه تهموني قالوا لي انت مراسل ابنة ومهددة عن طريق الصفحة وهذا الحشي هم تصلوا بي اتصال وراح اثبت لكم هسا اسمعكم اتصالات انا الحمد لله وشكر جهازي بمسجل فالحمد لله يسجل المكالمات فاليوم راح اسمعكم التسجيلات اول اتصال لهم كان هو انت مهدد ابنة وما اخذ من عنده فلوس مبتزة عن طريق الانترنت وهو قايم يخاف وجايب لك فلوس طبعا انا الفلوس هذا الفلوس طبعا سالفتها سالفة ما نعرفش قد يومية رواية ساعة يقولون 4 مليون ساعة يقولون دفترين ساعة يقولون 3 دفاتر 3 دفاتر يعني او مرات قالوا 50 ورقة في يومية رواية فاسمعوا طبعا اول تسجيل طبعا ناسا دا يقول لا لا درستني انا ناسي حقيقة انا بس دا احاول استرجع بذاكرتي منهم مصعب ما قاعد اتذكر يعني ويتصل بيه برقم غريب بيقول له تعال انطيني فلوس اه شو بيه هذا حقيقة دايخي يعني ما عارف شين السالفة واسمعوا مصعب شنو مصعب شنو هذا نقلت له مصعب شنو انت مصعب سليم مصعب سليم هذا هو مصعب سليم عبدالله مطر حداد العيساوي طبعا بعدين يلا عرفت اسمه طبعا هذا الكلام انا دايخي يعني ما عارف شا اقول له قلت له انت شبيك انت مريغ منه انت ما قاعد اتذكر شون السالفة منه مصعب سليم طبعا هو درس هم انجليزي ويطلاب يعني مجموعة طلاب يعني مو وحدة هذا انا قلت للمطلوب هصا شنو بالضبط هصا المطلوب نطيني 50 هصا المطلوب نطيني 50 يعني ما شاء الله هو ورق لعب 50 50 ورق نطيني يعني تخيلوا الموقف وأني عندي 50 أظهر على العمل وassim وأني عندي 50 ما شاء الله طبعا بالماس سيفارت متوسط هذا الحاجة سيفارت متوسط مادر الأبض يعني سيفارت مانده 50 ورق تخيلون انه هو بيزنزمان يا أبو يس راح يروحل السلمانية أبو راح يروحل هذه القصة تصبح ما قاعد شين الفكرة اللي حد للان ما فتهمت إذا دفترين مفتهمت أجيب لها بدفترين ما قاعدة فتهمت طبعا هم دعائهم انهان ثلاث دفاتر ما دل أربعين مليون هي ش شي والله لحد للان ما عرف رقم شكيت بتضبطيه هو كلامه كان انه أنا منتصل به طبعا أنا حتشيت ويا و أخوي هم حتشا ويا شوفوا هو حتى ما يعرف صوتي عن صوت أخوي يعني اتخيلوا اسمعوا هذا طبعا أخوي راح يحكيو يا هناك شغلة مهمة أنا قبل من هو درس يمي اللي هي فترة يعني يعني قبل فترة طويلة درس يمي هو و أنا كنت ساكن بالقادسية بقرب جامع المغيف بقرب جامع المغيف هو كان يدرس يمي من شنة أنا يوم جامع المغيف بعدين ورا فترة أنا لقيت بيت أرخص من هذا البيت وشلت شلت من هاي المنطقة رحت البيت قريبا على المستشفى قريبا على المستشفى للقادسية وهذا المسافة التبعد يعني تقريبا خمس ست كيلوات يعني هيش شي مسافة لا ما عرف ضبط بس هي تبعد يعني مسافة بعيدة يعني منطقة غير منطقة أصلا هذه طبعا هسا هو ده يقول آن هو أقف لقبال البيت طبعا هو وين رايح رايح على بيت القديم من هو كان يدرس يمي وشي يقول يقول ذاك الاسبوع أنطعتك الفلوس تخيل يعني هو ده يقول قبل اسبوع أنطعتك الفلوس وأنا هذا البيت اللي هو قاعد يحكي بي أنا أصلا مساكن بي صار لي فترة طويلة شايلة من هذا البيت أصلا يعني هو هسا حاليا يعني اتصالات كل شوية يتصل عليه كل شوية يتصل عليه وأنا بس قاعد اردفتها مشين السالفة ما دري دايخ وهسا هسا يقول لآن ببيتك ما يندل بيتي وين أصلا أنا شايل من هذا البيت ويعني أسمعكم أصلا مسا زينا على بيتك الجديد وين هو قديم وين هو أهل بيتك قديم في مرات كان ينفر ولي شوافق قديم وكجدي هو يم بيتك أنا لندل هو واحد هو هذا بيت واحد هذا كلام يقول هو بيتك واحد هذا اللي أنا أعرف بيتك يم الجامع يم جامع المغيث هذا كلامه هسا الآن وقف هسا واقف اقبال الباب طبعا هو أنا بيت الجديد هو بيت القديم يقول لي أنا أقول لmotion نتاظرك هو يقول لي أنت وين هو رايح على بيت القديم اللي أنا صار لي أربع تشير خمس تشير وعندي أثبات حتى المختار يعرف المختار يعرف لأنني شايل أصلا ايها أنا سألته قلت ليréal يم الجامع مصحيح اي قال اي صحيح يم الجامع اي وقت أنتت يا قلت له موقف أنت تستس Ethiopian هذا الحد شيء. ما هي الجمعة جمعة القبلها هذا كلامه قال ما هي الجمعة جمعة القبلها مع العلم انا صار لي اربعة شهر شاهل من هاي المنطقة وما موجود ديها والمسافة بعيدة اصلا وعندي ثبات ودليل حتى من المختار بان انا شاهل من هاي المنطقة. هاي سالة التلتشر اربعة شهر انا شاهل من هذا البيت الجديد. هذا طبعا شفتم الادلة قدامكم يعني. هذه كانت الرواية الاولى والقصة الاولى اللي شفتوها. هسا راح سمعكم الرواية الثانية. رواية الثانية طبعا بعد ما اخذوا تليفوني وسمعوا تسجيلات المحكمة وبعثوا تليفوني وارقام من تليفوني وارقام مصعب بينهم المشتكي بعثوهن البغداد. هذا الحكي دزوها البغداد. اجت الكتب فحصة والتليفون وفحصة والتليفوني وتليفون مصعب ما اكو لا تهديد لا اكو صور ابتزاز لا اكو كل شي ما اكو. ما اكو غير هذا الاتصال اللي سمعت لكم وهذا الاتصال من صالحي حتى الضابط قال الموقف انت من صالحك. هذه هي الرواية الاولى. الرواية الثانية طبعا بعد ما فشلت هاي القصة الاولى والرواية الاولى. الرواية الثانية طبعا الضباط والجهات الامنية يعني انصدمت. قالوا شين هالحاجة هاي اول مرة تمر علينا هاي قصة لاكو دليل لاكو شي شين السالف يريدون يفتهمون. فدزوا على مصعب وعلى ابوه. مصعب وابوه قالوا لهم تعالوا. جابوهم حطوهن يعني وحطوهم هم قدامهم قاعدونا وقالوا واحد شي. بدأ مصعب يحطو هاي الرواية الثانية وهذا الحجي قدام ملازم اولي ايصر جبوري. وقدام مقدم سنان العزاوي وقدام مقدم يعرب. هذولا ثلاث الضباط كانوا حاضرين قدام هذا الحجي. قال لهم مصعب والله انا كنت ادرس يم محمد. ومحمد قال لي تشتغل وياي. هذا الحجي انا قاعد له. قال لي تشتغل وياي. طبعا الضابط هنا مصدم قالت اش قاعد يقفك اش قاعد تحطي. يش تشتغل انت مدقل ابتزاز. قال لا 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 لا. لا والله سيد الحجي مهنا القصة مهش. قال لي عدت شون القصة. قال للسالفة انا كنت اشتغل وياي محمد. محمد قال لي عندي غراض. عندي غراض اريدك تشيل انتخذني توديهن الجماعة. قال الضابط خوش كمل خوش حجي. انا رح اعتبرك ياها الصدق ومو مشكلة. احتي. قال لي بعدين وديت هاي الغراض. انا ما اعرف هاي الغراض شو هنه. بيهن خطورة ما بيهن خطورة. وحده هيت شي كيس. وغراض ما ادريش بيهن. وداهن الجماعة. فمن وديت هنا انا الجماعة. محمد صورني بالفيديو. صورني انا شو هاي الغراض. وقال لي هذا الفيديو اذا اشوفه للمحكمة تنحق معدام. وانا خفت واجبتي الفلوس. يعني رواية طبعا الضباط شبعه وضحك. قالوا لي زين هذا الحجي شوكت والله والله العظيم والله العظيم وهذا شهر رمضان. قالوا لي هذا الحجي شوكت. قال هذا الحجي بشهر السادس. قال لي زين الجو شلون كان. شون كان الجو بوقتها. الجو حار بارد. وقدم سنان العزاوي يسأل هذا السؤال. قال لي سيد الجو كان بارد. بشهر السادس. قال لي وقتها بشهر السادس. اذا اجيب بيضها اطقها بشهر رح تستوي. اشقاعد تحتي انت. وين اكو جو انت. اشقيت شذاب انت. احتيي للسالفة شنية. ويجيب لك ياها منا ويحطها منا ويحتي لك. اخر شي قال له سيدي هو بالمدرسة. بالمدرسة يهددني وبتزني بالمدرسة. قال له حجي شوكت. قال له العام بال2020. قال له. 2020 ماكو دوام صار حضر. 2020 صار حضر ما هذا 2020 صار حضر. بعد ماكو دوام. حتى دوام ماكو. ويجيبها منا هاي الرواية الثاني. هذه الرواية الثاني. هو بهذا الحجي قام خيط يخربط. يجيبها منا ويردها منا. الضابط قال له بس سؤال انت هسه صارك ساعة تحتينا هاي القصة الجديدة. وهاي الرواية الجديدة. هاي انت مو من دعا بالمحكمة تهديد وابتزاز. شين السالفة. هذا الحجي سأله مقدم سنان العزاوي. هذا الحجي سأله مقدم. قال له مو دعا غير هذا الادعاء. شو وره هذا الحجي. والله سيدياني ما لعلاقة. عمامي قال له له وقل هيك. والله العظيم يا أخوان. والله العظيم يا أخوان. قال له عمامي قال له يقول هيك. يعني الموضوع ملفق على مو دي حصلوهم كم فلس. هاي السالفة كلها بدايتها. طبعا هذه هي الرواية الثانية. اسمع الرواية الثالفة. اذا واحد يروح عليهم. هذه هي الرواية الثالفة. اذا واحد يروح عليهم يضغط عليهم يقول لهم تعالوا. شلون هيك سويتوا. شلون دعيتوا على هذا الرجال. والمحكمة هيك قالت. وأنتي يومية تدعون الدعاء. أضغط عليهم شخص مباشرة يدخلونها بالشرف مباشرة الموضوع قضية الشرف الشخص من يسمع قضية الشرف يستحي يحتيها فهذا أسلوبهم تلون كذب خداع يعني مكر كل الأسالي بعدهم كل الأسالي بعدهم فالناس هنا تحير شي تقول لهم القضية ليش محيرة لأنه هذا السبب يعني يحتي لك ألف رواية ألف رواية وإذا تخابرها تسألها تقول لها عمي تعال شين القضية شين السالفة أول كلمة يقول للكياها أسأل أي واحد منعدكم يخابرهم يقولهم شين القضية أول كلمة يقول للكياها تنطيني الفلوس تخيل يعني أنت شخص شيخ وجه من وجهاء المنطقة شيخ عشيرة تخابرهم تقولهم عمي شين السالفة أول كلمة يقول للكياها تنطيني الفلوس أريد الفلوس منك وأنا ما قاعد يوك قاعدة عشايا أريد الفلوس تنطيني الفلوس أقاعد يوك قاعدة ما تلطيني الفلوس ما قاعد يتعشيها هذه هي جسلوبهم هذا هي جسلوبهم ويأوي الناس الرواية الرواية الرابعة القصة الرابعة لحد الآن تفاصيلها ما عندي لأنه أنا مو بتكرية ما موجود فما تجيني الأخبار يعني قطعة التصالي بيهم فما أعرف رواية الرابعة شنية وأعتقد بهاي الرواية الجديدة مسوين دعوة غير هاي الدعوة غير هذي الدعوة هاي سوينها دعوة أخرى وكل ما يشتهون ها يلا خارج نسوي دعوة راح يسوي دعوة أنا ما عرف أتسأل يعني هل القضاء هيتشي يعني بأي سهولة تروح تسوي دعوة يعني حقيقة ما عرف من نهاية الفيديو أحب أشكر أبناء عشيرتنا عشيرة الجنابيين حقيقة ما قصروا كل شيوخ اتصلوا بيه وقالوا لي احنا وياك والشباب حقيقة يعني كل الكل اتصل بيه شكرا جزيلا لكم وإن شاء الله بوجودكم تخلص هاي المشكلة وإن شاء الله تصير سوالف وتحياتنا لكل الشيوخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته